ميليشيات الحجد في العراق تستعرض بأسلحتها التي طالما استخدمتها في قتل وتهجير العراقيين منذ ثماني سنوات مضت من تأسيسها بفتوى من السستاني ومباركة إيرانية لجعلها قوة على غرار الحرس الثوري الإيراني ارتكبت ميليشيات الحجد طوال مسيرتها الإجرامية انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية كالقتل والإغفاء القصري وحرق وتدمير عشرات البلدات والمدن إلا أنها تستعرض اليوم أمام رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي وعدد من زعماء الميليشيات وبحضور السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق لتكتمل الصورة وتتضح الولاءات تسعى ميليشيات الحجد لامتلاك الأسلحة والمال لتحقيق نفوذها وسيطرتها على مفاصل الدولة وتغلغ لها في جميع المؤسسات وتكوين دولة داخل الدولة للعبث بالأمن وترسيخ الطائفية ومنع النازحين من العودة إلى مدنهم بهدف التغيير الديمغرافي الذي تسعى له الميليشيات بدعم الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 استعراض الميليشيات الموالية لإيران التي وصفها المالك مؤخرا بأمة الجبناء رغم دعمه الكبير لها يعيد لذاكرة العراقيين الكم الهائل من الجرائم التي ارتكبتها تلك الميليشيات وما زالت مستمرة في تنفيذ مخططاتها في إضعاف العراق بشتى الطرق لصالح إيران المنظمات الحقوقية وثقت وطالبت المجتمع الدولي بالتعقيق في جرائم الميليشيات في جرف الصخر والأنبار وصلاح الدين والموصل وغيرها فضلا عن قتل وإخفاء المتظاهرين في ثورة تشرين إلا أن المجتمع الدولي يقف صامتا تجاه تلك الانتهاكات دون أي إجراء حقيقي يسهم في إزاحة الطبقة السياسية بميليشياتها التي تعدت رقعة انتهاكاتها حدود العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر